من أكثر الحاجات اللي شغل تفكير الناس الأيام دي سواء على السوشيال ميديا أو حتى في الحياة بشكل عام هي طبعا امتحنات السنوية العامة وأكيد كل الطلاب والأهالي مش بيفكروا غير في شيء واحد بس هو ماذا بعد السنوية العامة؟ يا طارع هندخل كلية ايه؟ ويا طارع في منح دراسية ولا لا؟ ولو في منح ايه هي شروطها وبتكون ايه؟ ولأن الموضوع ده فعلا شغل تفكير ناس كتيرة جداً نحن نتكلم النهاردة عن المنح المقدمة من برنامج المنح الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعروف طبعا بـ USAID وده البرنامج اللي بيقدم فرص للحصول على منح دراسية جامعية لـ 250 طالب في العام الدراسي 23-24 وبتتنفذ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وده طبعا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي